تحل اليوم الذكرى الثالثة والستين لانتلاقي البث المباشر الأول للتلفزيون المصري والذي انطلق في الحدي والعشرين من يونيو عام الف وتسعمائة وستين وبدأ التلفزيون المصري إرساله بتلاوة آيات من القرآن الكريم واستهل الإرسال عبر قناة واحدة وكان زمن الإرسال محددا بمعدل ست ساعات يوميا وذلك قبل ارتفاعه لاحقا مع استحداث قنوات أخرى يصبح بمن الإذاعة والتلفزيون مسبيرو شعلتان تضيء المجتمعات العربية وتغرس القيم المهنية الفضلة قناة واحدة لمدة خمس ساعات يوميا هكذا كانت البداية لرحلة طويلة من المتعة الممزوجة بالإثارة والتسلية مضافا إليها التثقيف وزرع القيم الإيجابية جاء ذلك مع إطلاق أول إشارة بث تلفزيوني في مصر في الحادي والاشين من يوليو من عام الف وتسعمائة وستين ضمن إنجازات ثورة الثالث والاشين من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين ليكون شعلة تضيء وتتلألأ لتغرس القيم المهنية وتحمل لواء الريادة الآلامية وتزرع في المصريين القيمة وحب الوطن تعود بدايات فكرة إنشاء تلفزيون مصري إلى عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين ولكن تعطلت الفكرة بسبب الأدوان الثلاثي لتتجدد مرة أخرى في عام الف وتسعمائة وستين ولم يمر سوى ستة أشهر حتى تم الانتهاء من المشروع وبدأ الإرسال في الحادي والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة وستين البث الأول للتلفزيون المصري كان في تمام السابعة مساء تزامنا مع الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو وبدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القرى الشيخ محمد صديق المنشاوي هما ظهر الإذاعي الكبير صلاح زكي كأول مذيع تلفزيوني ليعلن مولد التلفزيون العربي من القاهرة مع بداية الثمانينيات شهد التلفزيون المصري تطورات عديدة في أكثر من مجال من خلال التوسع الهندسي والجرافي لمجال التغطية التلفزيونية ليصل إرسال التلفزيون المصري إلى كل المحافظات تلا ذلك إطلاق القناة الفضائية المصرية الأولى كأول فضائية عربية حكومية ثم تدشين القنوات المتخصصة بعد ذلك التلفزيون المصري سيظل رمزا مضيئا في حياة المصريين ومصدرا للتوعية والتنوير وبناء الإنسان